بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فحياكم الله الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين للإعلان عن التقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق وتقريرنا اليوم يتضمن ستة محاور رئيسة المحور الأول يتناول استمرار أزمة العملية السياسية والمحور الثاني خصص عن الإحاطة الدورية لممثلة الأمم المتحدة في العراق أمام مجلس الأمن الدولي والمحور الثالث عن المقابر الجماعية التي اكتشفها الأهالي بعد جفاف بعض الأنهر في العراق والمحور الرابع تناول قضية حرق وهدم مساجد تابعة للمرجع الصرخي والمحور الخامس عن الجفاف وشحة المياه والعواصف الترابية والمحور السادس تناول جريمة قتل الرعاة في محافظة نينوة ويأتي هذا التقرير في توقيت مهم وسط أحداث وصراعات سياسية بين المهيمنين على العملية السياسية وهذا الصراع هو من أجل مصالحهم الشخصية والانفراد بالسيطرة على العراق وثرواته وسرقتها ولتناول هذه المحاور المهمة في هذه الندوة يتفضل مسؤول القسم السياسي الدكتور مثنى حارث الضاري ليبين هذه المحاور وجوانبها المهمة فلتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي قدم ملخصا عنه الآن الدكتور ثامر العلواني جزاه الله خيره نعم هو لقاء لإعلان التقرير الدوري الصادر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين المتعلق بتطورات الشأن السياسي وما يتعلق بالشأن السياسي من أمور وقضايا أخرى وقد داب القسم كما تعرفون على استعراض هذه الأمور بين مدة وأخرى عندما تتطلب الحاجة وخلال الشهرين الماضيين جرت في الساحة العراقية أمور كثيرة جدا منها المهم والخطير جدا ومنها المهم والأقل خطورة ومنها أمور اعتاد المواطن العراقي والمتابع للشأن العراقي عليها بحكم استمرار نظام العملية السياسية القائمة في العراق بكل مساوئها ومفاسدها ومشاكلها وأزماتها التي لا تكاد تنتهي إحداها حتى تبدأ الأخرى هذا التقرير كما ذكر الدكتور ثامر يتضمن ستة محاور وهذه المحاور تتناول قضايا أساسية القضية الأولى والمحور الأول يتعلق بالعملية السياسية ثم قضايا أخرى تابعة فإذا ما جئنا على المحور الأول وهو أزمة العملية السياسية كلنا يعلم أن العملية السياسية في العراق في أزمة والعراق كله مأزوم بسبب هذه الأزمة في العملية السياسية وهذا التوصيف للعملية السياسية مستمر ولن ينتهي لأن هذه العملية ولدت في رحم نظام سياسي قائم على أسس غير سليمة وغير صحيحة وتنبع عن وقوع أخطاء كبيرة وأزمات متلاحقة على مدى السنوات وهذا ما حصل وما يحصل وسيستمر إن لم يتغير هذا النظام السياسي فالعملية السياسية في العراق غير قابلة للإصلاح أبدا غير قابلة للإصلاح أبدا بأي طريقة من الطرق إن كان هذا هو خطاب القوى المناهضة لإحتلال ومنها آية علماء المسلمين في العراق منذ عام 2003 فهو خطاب الآن الجميع لا أستثني أحدا حتى من يدافع عنها ممن هو فيها يدافع عنها فقط لمقتضيات الإعلام والاستمرارها ظاهريا وإلا حقيقة الأمور معروفة ومكشوفة وكلما يعني استعانوا بحبل من هنا أو حبل من هناك ارتد هذا الحبل عليهم وكشفهم وفضحهم ولعل إحاطة ممثلة الأمم المتحدة الأخيرة في مجلس الأمن دليل على ذلك وهي ستكون المحور الثاني فإذن الأزمة السياسية أو العملية السياسية ما زالت في أزمة الأزمة هذه المرة هي استمرار لأزمة الانتخابات الأخيرة التي تحدثنا عنها مطولا قبلها وبعدها ثم بينا هذه النتائج والمخاطر وما سيترتب عليها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في إسطنبول قبل أشهر مقاطعة واسعة جدا من جميع فئات الشعب العراقي جعلت هذه العملية في مأزق كبير ومنذ إجراء الانتخابات في عشر عشر الفين وواحد وعشرين والآن نحن أربعة وعشرين خمسة الفين واثنين وعشرين ثمانية عشر ونصف العملية السياسية متوقفة تماما ولم يختر أي ممثل لأي منصب من الناصب المعروفة باستثناء مجلس النواب اجتمع مجلس النواب للضرورة اختار رئيسه ولكن رئيس الجمهورية إلى الآن لم يختر رئيس الحكومة لم يسمى الحكومة لم تشكل وما يسمونه بالانسداد ما زال موجودا سموه في البداية الانسداد لأن الانسداد عادة تعبير لطيف يسير عن أنه مشكلة بسيطة ممكن أنه تريق عليها ماء سياسة قليل ثم ينحل هذا الانسداد ولكنها طالت وكبرت وتبين بأنها الآن ليست انسداد عادي في مجاري العملية السياسية في بغداد وإنما هي حجرة أو صخرة كبيرة ذكرنا بصخرة أحدهم قبل سنوات هنا غيرت نذكر الأسماء مفهومة ومعروفة طيب الآن نحن فيه أشبه بفصل هزل يعني من فصول السياسة الهزلية في العراق ما يسمونها الديمقراطية تقتضي بأن هناك قواعد لهذه الديمقراطية بين القوسين وإذا بقواعد الديمقراطية غير مطبقة طيب هناك قواعد ما يسمى بالتوافق السياسي التي جرت عليها العملية السياسية منذ بداية الاحتلال وحتى اللحظة على الرغم من مخالفتها أيضا لما يسمى بالديمقراطية إلا أنها لم تجد هذه المرة الآن الكرة ضائعة لا تعرف منهم الغالبية منهم الأقلية منهم الذين سيحكمون منهم المعارضة ونرى هذا التناوش والتهاوش بينهم في وسائل الإعلام كلهم يقول للآخر لن أذهب إلى المعارضة وإذا ذهبت إلى المعارضة فإن معي القوة وإن معي كذا وكذا طيب إذن هذه الأزمة مستمرة وغير مؤذنة بانحلال أو انفراج قريب هذا ما ركز عليه المحور الأول من محاور التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق وقسم السياسي وعلى الرغم من تمرير الانتخابات دوليا وإقليميا ومحاولة التبرير محليا إلى أن الأزمة ما زالت قائمة وهذا في دلالة كبيرة على أن هناك فضيحة كبيرة تلف العملية السياسية بكاملها وأحزاب السلطة الآن وصلنا إلى حالة الموت السريري للعملية السياسية يعني فقط لا يعلن عن هذا الموت لأنه لا يراد له أن يعلن حالات أدنى من هذه الحالة في بلدان أخرى يعلن عن وفاة النظام السياسي أو انتهاء النظام السياسي ولكن كما تعلمون وكما نقول دائما ونؤكد عليه ولن نمل من التأكيد عليه أن العملية السياسية في العراق عملية خارج إطار ما يسمى الديمقراطية خارج إطار ما يسمى النظم السياسية المألوف والمعروفة خارج نظام التوافقات الدولية والإقليمية هي عبارة عن تراضي بين طرفين من أطراف الدولية والإقليمية على تجنيب مشاكلهم في العراق لدعم هذا النظام السياسي لأنه يوفر لهم بطاء لتنفيذ كثير من مخططاتهم في المنطقة وأقصد هنا تحديداً ولاية المتحدة الأمريكية وإيران ولا تسألوا عن الآخرين إقليميين كانوا أو عرباً فهم في هذه القضية لا صوت لهم إلا دعم العملية السياسية حتى ولو كان هذا الدعم يرتد سلباً ومشاكل وأزمات على المنطقة جميعاً هذا ما يحصل الآن الآن استجال جاربين الطرفين والتهديد بالسلاح والتصفيات الجسدية وسائل غير مبررة والتخويف وانتقل الأمر من هذه الأساليب خلل نقول الخشنة إلى الأساليب الناعمة التي هي الترغيب عن طريق شراء الذمم وشفتم يعني ما شاء الله كثير من الذمم تغيرت مواقعها ومواقفها من هنا إلى هناك ثم تبع ذلك الاستقواء بما يسمى القانون في العراق استعانة بالمحاكم من أجل إبعاد فلان أو إرجاع فلان أو إقرار فلان أو اتهام فلان كل الملفات التي تحت الطاولة أخرجت وتم التلويح بها من هذا الطرف إلى ذلك الطرف وقد تساقط بعضهم في أثناء هذه الأزمة وما زالت الأمور كما يقولون حبلها بالمفاجآت طبعاً المزاد الآن مصل إلى خمسة مليون دولار كما تعرفون سعر النائب الذي ينتقل من هذه الجهة إلى هذه الجهة هذا السعر الناشف الذي يستلم باليد أو الذي يوضع في البنك أما الملحقات الأخرى والمميزات من سيارات وحمايات ومنازل ويعني أمور أخرى فكثير جداً وأصبح التباهي بهذا الأمر وإعلانه أمر غير مستغرب وكواليس ما يجري من اللقاءات في بغداد في المطبخ الكبير أو في عمان في المطبخ الصغير أو في اسطنبول أو في دبي على سبيل المثال أو هنا وهناك كلها تقول بأنه أصبح الموضوع مزاد مفتوح والكل يعلم بأن هذا المزاد موجود ولكن يتحاشون الكلام عنه في الإعلام إلا عندما يتضرر أحد هؤلاء وقد سمعتم ومشاهدتم في الأيام الأخيرة أن بعض من تضرر من ذلك وأبعد من السباق السياسي بدأ بكشف الأوراق أو التهديد بكشف الأوراق وفضحية فالعراقيون يعلمون جميعا أن المناصب من النائب إلى رئيس الجمهورية في العراق تشترى وتباع أما موضوع المناصب الأخرى في المحافظات فحدث ولا حرج إبطال العضوية من مجلس النواب والتهديد بذلك سلاح جديد ظهر الآن في الساحة وبطرق خبيثة جدا توقيع استقالات بدون تواريخ وما إلى ذلك والكل يفعلها وراضي بها ولكن عند حصول أي خلاف يظهر بمظهر المخدوع بمظهر المتضرر بمظهر المستغل بدون أن يشعر كلهم يعرفون قواعد هذه اللعبة وهذه قواعد البيع والشراء لكن خلاصة كل ذلك أنه فيما يبدو أنه سيناريو عام 2010 بدأ يعني مرشح للعودة وهو صعود الكتلة غير الفائزة الكتلة غير التي لا تحظى بالأغلبية إلى سدة الحكم كما حصل وقته بين المالكي وإياد علاوي طبعا وقته كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أو تريد أو تدفع باتجاه مجيء المالكي لذلك ضربت بعرض الحائط نتائج الانتخابات واللجنة السداسية العربية لم تستطع ذلك الوقت أن تدافع عن مرشحها وقائمتها المفضلة القائمة العراقية وهكذا تولى المالكي حكم العراق يعني في دورتين يسمونها انتخابيتين ثماني سنوات وفعل في العراق ما فعل برعاية ورضى أمريكي وطبعا قبول وانتفاع إيراني ومع ذلك للأسف ما زلنا إلى الآن نرى بعض الدول هنا وهناك سواء كانت إقليمية أو عربية تتشبث بالنظام السياسي وتدعو بعض الأطراف في العراق المبعدة عن الساحة السياسية التي على هامش الساحة السياسية والتهميش ناشئ من قواعد العملية السياسية نفسها وليس من الانسحاب من العملية السياسية وإنما قواعد العملية السياسية التي وضعت أن تشكيل مجلس الحكم كانت تنص على تهميش فئة ما من الشعب العراقي حتى هؤلاء ما زالوا إلى الآن متشبثين بهذه العملية السياسية التي لا تقدم لهم شيئا وإنما تؤخر عنهم أشياء أخرى ويطالبون باستيعاب الآخرين واحتواء الآخرين والتسامي على الخلافات وجمع الكلمة وما إلى ذلك من عبارات مجاملات وعلاقات عامة لا تسمن ولا تغني تفتق الذهن العملية السياسية والقائمين على العملية السياسية في صراعهم إلى طريقة جديدة وهي إعادة الاعتبار لبعض الشخصيات السنية المغضوب عليها المتهمة بالإرهاب المبعدة والمبتعدة خارج العراق وإغراءهم بالعودة من خلال رفع العقوبات عنهم أو إعادة ملفاتهم كما يقولون كما يجملون فقط فتحنا لهم الطريق جمناهم المطار وديناهم للمحكمة والمحكمة براءتهم تم استدعاء بعض هؤلاء ورفعت عنهم العقوبات وصفة الإرهاب وجاء بهم أحد أطراف الصراع من أجل استقواء بهم على الطرف الثاني وللأسف وأقوله هنا فقط يعني لمقتضيات الحديث ولا لا أسف على هؤلاء للأسف أنهم يعلمون أنهم سيكونون أدوات لتصفية حسابات بين الطرفين وأن هذين الطرفين بعد تسوية هذه الحسابات لن يلقوا لهم بالا وقد يلقوا بهم خارج الحدود مرة ثانية ولكنهم عادوا مع ذلك دليل على أن المصالح الشخصية الحسابات الذاتية هي الحاكمة وأن الصراع والتنافس في المحافظات السنية هو سبب عودتهم مو خدمة وطن ولا خدمة قضية وإلا المؤاصل بأنه ترفع التهمة الإرهاب عن مكونهم عن ناخبيهم يرفع الضغط عن محافظاتهم يعاد النازحين إلى بيوتهم إلى ماكنهم الآمنة أن تحسن كل المشاكل المتعلقة بما جرى خلال السنوات الماضية لأنهم يمثلون المفروض هكذا يمثلون ناخبيهم يمثلون مكونهم يمثلون محافظاتهم لا يمثلون أنفسهم حتى يقبلوا بصفقة ويعودوا من أجل ترتيب أوضائهم الخاصة وهكذا حد فلان وعلان وسيعود فلان وعلان وهكذا والحبل على الغارب وهذا يعزز ما يسمى الآن بسنة العملية السياسية أو سنة إيران تعبير أدق أصبح هذا المصطلح شائع سنة إيران هم من؟ هم الذين يتحالفون الآن مع ما يسمى الإطار ضد التيار وهؤلاء مجموعة من النواب أو الطامحين للعمل السياسي حتى بمن ليس لهم أوزان حقيقية في مجلس النواب وزاد عليهم العائدون من الخارج وبدأ عددهم يكبر وهذا يعزز ما قلناه قبل قليل أن سيناريو 2010 سيعود مع فارق أنه في 2010 كان هؤلاء جميعاً في إطار ما يسمى القائمة العراقية ضد ما يسمى دولة القانون وإذا بهم الآن قسم لا بأس به منهم ويزداد هذا القسم يوم بعد يوم تجد سياسات التنافس والفصل والإبعاد وكشف الفضائح والتحجج بمشاكل داخل هذه الكتلة وذلك التكتل للانسحاب منه والذهاب باتجاه الإطار وما يعد به والسفر إلى إيران طبعاً لا تنسوا سافر بعضهم إلى إيران وعاد منها بكارت أبيض لتنظيف كل ما عليه من تهم وما إلى ذلك الفارق أن هناك كتلة الآن يسمونها كتلة سنية تابعة لا أقول قريبة ومنسقة ومتحالفة لا هي تابعة فعلياً للإطار سواء علموا بذلك أم لم يعلموا بعد مدة سنصعى لأنه عدد نواب الإطار أكبر من عدد نواب التيار ومن معه وبذلك يتحقق ما يتحقق سيناريو عام 2010 والجماعة ما مستعجلين الوقت وسيلة وأسلوب مهم لهم في تحصيل ما يريدون وكذلك رعاة العملية السياسية للمتحدة الأمريكية وإيران غير مستعجلة الزمن في صالحهم لكنه ليس في صالح العراقي هذا بالنسبة للمحور الأول بالنسبة للمحور الثاني يعني الإحاطة الدورية لمؤثلة الأمين العام المتحدة في العراق دائمنا خلال أو يعني خلال الإحاطات السابقة على رؤية نوع من الحس النقدي والتصريح بمشاكل العراق في هذه الإحاطات قبيل الانتخابات وبعد الانتخابات وفي هذه الإحاطات وقد يعول بعض الناس على ذلك ويتفائلون ويستبشرون نعم هي نقطة إيجابية بأن مثلة المتحدة التي كانت تدافع عن العملية السياسية بإطلاق بدأت تؤشر مناحي الخلال في العملية السياسية والنظام السياسي القائم وتنعى باللائمة على القوى السياسية الموجودة وأن هذه القوى تغلب مصالح على مصالح الشعب العراقي يعني هذا ليساننا هذا حالنا هذا مقالنا على مدى سنوات الآن مثلت المتحدة تقوله ولكنها تختم دائماً هذا التقرير بالأمل باستمرار العملية السياسية وضرورة دعم العملية السياسية إذن ما فائدة التشخيص إذا كان التشخيص هكذا وتشخيص من هذا النوع في إحاطة لأي ممثل لأي مشكلة في العالم سواء كانت المشكلة عربية أو إسلامية أو خارج إطار العالمين عربي وإسلامي استدعي دائما قرارات خاصة من مجلس الأمينة والجمهية العامة المتحدة ولكنه في الحالة العراقية أصبح روتينيا تقليديا مجرد ذر الرماد في الحيون حتى تعبير العام يحللون خبزتهم جينين بلاس خارت قالت في إحاطتها يوم الثلاثاء الماضي قبل أسبوع يوم السبعة عشر قمسة أو أقرت بأن الصراعات السياسية مازات أبرز المشاكل التي تواجه العراق وهذا ما قلنا وأن سيادة البلاد تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل دول الجوار من هي دول الجوار هذه؟ ولماذا لا يوضع لها حد للأم المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية المحتلة اللي عراق تضع لها أحد طيب هي مستمرة من سنوات مستمرة من أي أطراف حددوا الأطراف وبينوا طبيعة هذه التدخلات وهل تؤثر على العملية السياسية أم هي تدخلات أو نوع من الشاكل الحدودية التي تجيب بين بلدين وآخر في العالم الأمر طبعا أكبر من ذلك لذلك لا يغوصون فيه أكثر وقالت أيضا بأن الجوانب السياسية من الحياة السلبية عفوا الجوانب السلبية من الحياة السياسية في العراق تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصل الصفرية يعني نروح نرجع للصفر طبعا مغرمين العملية السياسية بعبارة المربع الأول ما الذي يقولون يعني العودة إلى الصفر حتى لا يصفون أنفسهم بشيء من السلبية طيب هي تقول صفرية وهم يقولون أن نعود إلى المربع الأول الآن يوجد مشاكل وعيون في الدستور وهناك اعتداءات خارجية وتجاوزات خارجية ومصالح خاصة عدم التفات لمطالب الشعب نقول هذه مشاكل بنيوية في جذر العملية السياسية ولكن أين الحلول؟ تقول بلاس خارت إن العراقيين ما زالوا ينتظرون طبقة سياسية ينتظرون طبقة سياسية تسعى إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز يتقدم بتحقيق القائمة الطويلة من أولويات المحلية المعلقة في العراق بدل من الاكتفاء بمعارك السلطة إلى مثلا انتظر وهل هناك في الوفق طبقة سياسية غير هذه الطبقة؟ إذن هو كما قلنا لذر الرمادي في العيون ولكن مع ذلك نستشف منها أنها اعتراف هذه التصريحة اعتراف كامل بفشل العملية السياسية في العراق ولكن لا يراد لهذا الفشل أن يعالج لأنه الأطراف الرأي للعملية السياسية تعرف هذا تماماً لا يريد لهذه العملية السياسية أن تنتهي الذي نقوله أن ما قالته لاسخارت ما وصلت إليه من تشخيصات ما انتهت إليه من حقائق أو من بيان حقائق الواقع في العراق تملي علينا أن نقول أن التجارب الماضية تثبت أن تغيير هذه العملية السياسية الفاشلة والمجرمة بحق العراقيين هو واجب وقت ينبغي العراقيين جميع العمل من جدها هذه العبارة هذا هو العنوان هذه القاعدة الأساسية التي ننطلق منها في عملنا المناهض للاحتلال لا بد من تغيير العملية السياسية وهذا ملقى على عاتق العراقيين بدون التشبث بتغيير أمريكي انكفاء إيراني انتباه عربية اهتمام إقليمي انقلاب عسكري كما يمنى بعض الناس أنفسهم بين حين وآخر يدغدون مشاعر الناس بأن التغيير سيصير ننتقل إلى المحور الثالث وهو المقابر الجماعية هذا المحور خطير ومهم ولكن لاحظتم كيف أن الإعلام لم يركز عليه بل لم يتناوله أصلا لم يتناوله إلا الإعلام المناهض للاحتلال الإعلام الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات هنا وهناك وهي قليلة جدا أما الإعلام الرسمي أو الإعلام الحزبي والميليشياوي والإعلام العربي والإقليمي والدولي فكأنه في واد آخر تصوروا أن هذه المقابر المكتشفة كان المتهم فيها أحد التنظيمات الإرهابية ماذا فعلوا؟ أو متهم بها النظام السابق لو وجدتم الاهتمام الإعلامي الكبير ولكن تكتشف مقابر جماعية تكشف عنها حالة انحسار المياه والجفاف الحاصل في المنطقة عموما والعراق فينحسر نهر ديالة وبعض النهر الفرعية في محافظة ديالة عن آثار وعن أعضاء بشرية دليل على ارتكاب مجازر كبيرة جدا طائفية بحق المواطني هذه المناطق وغيرها وإلقائهم في النهر لما تكتشف يكتشف الصيادون والعاملون في الأنهر وتعرض وتصور صور ثابتة وصور متحركة وتنتشر وكأنه لا شيء قد حصل وهذه الجريمة أكبر يعني الجريمة المكتشفة من تحت الأرض العدد محدود العدد قليل تجد ظروف معينة وخاصة ولكن جرائم معناته الأنهر مليئة كلنا يعلم بأن الأنهر مليئة يعني ما خلف السدة والدجلة والفرات وديالة وأنهر محافظة ديالة جميعاً فضلاً عن أنهر المنطق الجنوبية وغيرها يعني مليئة للأسف بأجساد العراقي ولكن من قام بهذه الجرائم هو النظام السياسي القائم هي القوى الأحزاب والبليشيات المهيمنة ولذلك لا يراد لها أن تكشف وهنا مفارقة الأمم المتحدة تركز على هذا الموضوع الأمين العام المتحدة يهتم بنفسه بهذا الموضوع وسبق لنا أن ركزنا في بيانات للهيئة عن بعض المقابر المكتشفة في الفلوجة والصقلاوية وتعرفون كيف أن السلطات المحلية برئاسة أحد الأطراف السياسية الفاعلة الآن قام بالتغطية الأمر عقدنا ندوى في وقت عن هذا الموضوع وتحدثنا عنها تم تغطيتها تماماً وعدم الحديث عنها والتهديد كل من يتحدث عنها لما؟ لأنها تكشف فضائع ومذابح ومجازر الميليشيات التي قامت بها في السنوات من 2014 إلى ما بعد ذلك ولا سيما ما جرى في الصقلاوية ولكننا نجد بعض هؤلاء السياسيين من السنة يتحدثون عن هذه الأمور ويعدون الناس في الانتخابات وبعدها بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وعندما تكتشف هذه الجرائم يغطونا عليها لماذا؟ لكسب رضا والسيادة الأمين العالم المتحدة يهتم بهذا الموضوع ويتواصل معنا في الهيئة من نجل هذا الموضوع ويطلب مننا تزويده بكل ما يجد ونحن فعلنا هذا كل مقبرة جماعية تكتشف أو احتمال عن كشف مقبرة جماعية نرسل للأمم المتحدة تقرير بهذا الشيء بعيدا عن بعثة الأمم المتحدة في العراق إرسال مباشر على الرغم من كل هذا بعثة الأمم المتحدة في بغداد تسكت عن هذا الموضوع يعني تقريره كما رأيتم يتكلم عن عملية سياسية لكن ما تعرض لهذا الموضوع لماذا؟ لأن الفاعل معروف والضحية معروفة وهذا الفاعل فاعل في النظام السياسي المحمي دوليا وإقليميا والوثائق كثيرة جدا والإعلام للأسف العربي يتابع الإعلام العراقي أو يسمى بالإعلام العراقي ولا ينتبه إلى ذلك قال العموم ليس تخاذل فقط باحتة المتحدة وتخاذل نظام رسمي عربي وإنما قبل ذلك كله يعني عدم قيام من يسمون أنفسهم بمنمثلي الصنة العرب في العملية السياسية بما ينبغي عليهم بغض النظر عن موقفنا من العملية السياسية وموقفنا منهم هذا من أوجب واجباتهم بل من أول واجباتهم ولكنهم لا يلتفتون لأنهم سيؤثر على حضوظهم في البقاء والتنافس على العملية السياسية المحور الرابع هو حرق وهدم مساجد تابع للمرجع الصرخي الأمر معلوم لكم قد أقدمت قبل مدة عناصر الحزاب الطائفية والميليشيوية على إحراق وهدم 15 مسجدا تابع للمرجع السيد محمود الصرخي وحملة اعتقالات واسعة طالة العشرات من أتباع الصرخي كل هذا على خلفية خطبة ألقاها عدد من وكلاء السيد الصرخي ومن رزهم السيد علي المسعودي في مسجد الفتح في محافظة بابل بيّنوا فيها عدم جواز بناء المراقد استنادا في رأيهم على المصادر والكتب المعتمدة في مذهب الإمامية ومع أنه رأي داخل المذهب إلى أن التيارات والأحزاب السياسية الطائفية وجهت عناصرها إلى إحراق مكاتب الصرخي وإضرام النار فيها مع المساجد والحسينيات التابع له وحرق المصاحف داخلها وصدر أمر من مسؤول القضاء الحكومي الأعلى في العراق باعتقال جميع اتباع الصرخي بحجة أن القانون ينص على وعاقبة كل من يسير لمعتقدات إحدى الطواف الدينية في العراق نعم لما يكون طرف من خارج طائفة أخرى ويسير لطائفة ويتثبت هذه الإساءة ممكن أما عالم معتمد معتبر في إطار المذهب نفسه يعرض وجهة نظر نقدية لرأي من الآراء سواء كان عقدي أو فرعي تقام عليه هذه الحملة هذا دليل على أن القضية هي ليست قضية يعني إساءة لطائفة وغيرها وإنما هي استشعاراً بما يشكله ذلك من تهديد وخطر على العملية السياسية ومن محاولات لوئد محاولات التجديد وإعادة النظار والدراسات النقدية في إطار بعض الأفكار السائدة في المذهب الإمامي نحن مريد أن ندخل في هذا الموضوع لأنه موجود ومعلوم والصراح فيه بين تيارات معروف وهذه طبيعة المذاهب والمكونات والطوائف دائما في قضية داخلية لن ندخل في تفاصيل الداخلية المذهبية ولكن استهداف الصرخ بحجة القانون وقيام الميليشيات بما قامت به وتجاوز على كل المسلمات والمقدسات العين والرنس اختلفت مع الصرخ ولكن لماذا تهدم مساجد لماذا تحرق مساجد لماذا تهدم منارات المساجد ويكبر ويصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم والبيتي عند هدمها في مظاهر احتفالية كبيرة طبعا هذا كله يعني يدلل على أمور لعل أبرز أمرين أولا لماذا لم يتم التعامل بنفس الأمر مع بالأمر نفسه مع تجاوزات حقيقية لأشخاص آخرين مثال الطائفة الشيرازية والمجموعة الشيرازية عندما تجاوزت عدة مرات على تاريخ الإسلام وتراث الإسلام وأعلام الإسلام وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وطالب أحدهم مرة علنا بهذا المسجد الإمام بي حنيفة النعمان بن ثابت في الأعظمية ما رأينا القانون تحرك ولا فايخ زيدان تحرك ولا قامت ضجة تجاه هذا الموضوع واعتبروه وجهة نظر لماذا لا تعتبر تصريحات الصرقي أو مساعدية الصرقي وجهات النظر الأمر الثاني أن هذه الحوادث فضحت حقيقة من يدعون المدنية والتنوير وأن ما يقال عن مدنية والتنوير هو كذف في العراق وأوهام تدحضها فعال هؤلاء اللي يسمون أنفسهم أحيانا للأسف الإصلاحيين وتكشف أيضا أن ما جرى لهذه المساجد هو عين ما جرى ويكشف عن المنفذ والإرهابي الحقيقي لهدم المساجد وحرقها وحرق المصاحف وقتل عشرات من الأئمة والخطباء سنة 2006 في طالع وقتها بالهجوم أو تفجير قبة المرقدين العسكريين في سامرة هذه الأفعال أسقطها على ما جرى عام 2006 تتضح الأمور إذا كانهم داخل المذهب هكذا يفعلون إذن خارج المذهب ماذا يفعلون إذن هذه الطائفية التي رعاها النظام السياسي وحماها وجذرها ظهرت بأبأس صورها في التجاوز أو الاعتداءات الخطيرة على الصرخ وأتباعه وذكرنا هذا أيضا بإعلان الأمين العام السابق اللي هي الشيخ حارث الضالي رحمه الله بهوية الفاعلين الحقيقين المجرمين الحقيقيين لجريمة سامرة عام 2006 اللي أعلنها قبل 15 عاما والتهم إيران بشكل واضع وصريح ثم توالت الاعترافات بعد ذلك من جهات أمريكية وجهات خارجية ثم أخيرا بدأ الاعتراف من داخل العملية السياسية من بعض الناقمين على العملية السياسية ممن شاركوا فيها وتم إبعادهم أو إزاحتهم أو محاولات لإزاحتهم أصبحت الأمور الآن واضحة وصريحة ومكشوفة ويوم بعد يوم تتكشف كثير من الوثائق لكن للأسف يبدو أن بعض الجهات في عالمنا العربي في محيطنا الإقليمي في المجتمع الدولي اللي بنت قناعة بناء على المعلومات غير الصحيحة السابقة المعلومات المفبركة ولا تريد أن تعيد النظر في مواقفها المحور الخامس وهو الجفاف والعواصب الترابية الجفاف يضرب العراق منذ سنوات طويلة ليس الآن منذ بدل العملية السياسية وإلى الآن سواء كان جفاف حقيقي في البيئة أو جفاف في النظام السياسي أو جفاف على المستويات الأخرى والعراق مبتلى بهذه العواصف الترابية ولكنها يا سبحان الله كانت تأتي موافقة لأحداث مهمة في تاريخ العراق ليست على طول العام كما يحصل الآن يعني الآن الإحصائية تقول بأن العراق يجوز أكثر من 200 يوم رح يكون في غبار وتراب هذه السنة يعني تقريبا يعني ثلثي السنة فيها تراب وغبار يعني صار الأصل هو الغبار وليس الصحة بينما كانت سابقا تأتي يعني أنتم تذكرون عندما حصل الهجوم البري في عام 2003 في جنوب العراق وفقته عاصفة ترابية كبيرة جدا ترابية حمراء غطت العراق جميعا الذكريات الاحتلال وغيرها في الغالب للأسف يعني تمر معنا هذه العواصف اللي يرجع بتاريخ العراق يكتشف بأنه ليلة 11 آذار عندما احتل البريطانيون بغداد أيضا كانت هناك عاصفة قريبة من هذه العواصف فكان هذه العواصف للأسف يعني هي مترافقة بما فيها من بلا بما فيها من أذى بما فيها من مساوة بما فيها من حالة يخلنا نقول حالة شعورية الظلام الجو ثم محمرار وما إلى ذلك يعني مترافقة حسيا مع الحالة المعنوية المؤذية وهي وقوع مصيبة ما على العراق احتلال أو ما إلى ذلك لكن الجديد أن هذا الجفاف وهذه الموجات المتتابعة من العواصف الغبارية بغض النظر عن أنها تأتي أحيانا كما حصل في آخر واحدة من الغرب جاءت من ليبيا مثلا واستمرت على منطقة جميعا الصحراء الليبية والصحراء الكبرى لكن في الغالب تعم العراق ويتأذى في العراق أكثر من غيره بسبب التصحر الحاصل في العراق بسبب الجفاف الذي طال الأنهر الرئيس الآن دجلة والفرات والديالة والأنهر الأخرى بل البحيرات الاصطناعي منها والطبيعي ساوى والرزازة وغيره حتى بحيرات السدود كسد حمرين وغيره حالة الجفاف هذه السنة ما طبعا بسبب حالة عامة وجودة تغير النظام البيئي في العالم لكن مع ذلك السياسات المتبعة في العراق والتهاون في الأخذ على يد دول الجوار في تعديه على الحصص المائية للعراق خاصة إيران بل اكتشفنا أخيرا بأنه هناك اتفاق بين الحكومة ما يسمى الحكومة في بغداد وتركيا على إيقاف تدفق كميات معين المياه من السدود التركية في أثناء الجفاف كما صرح السفير التركي في بغداد فإن صح هذا الأمر فهي مؤامرة واضحة وصريحة على العراق هذا الجفاف كله يساعد طبعا على انتشار هذه العواصف فضلا عن ذلك التجريف المستمر للأراضي الزراعية والبساتين المثمرة والاستيلاء عليها وبناء المجمعات السكنية أو توزيعها كهدايا على أفراد العملية السياسية والميليشيات بحجج وذرائع مختلفة كل هذا ساهم في تقليص الرقعة المزروعة في العراق وحتى ما يتحدثون عنه عن الأحزمة التي تحمي من العواصف وغيرها هذا أمر سمعنا به كثير وحتى المشاريع أو المشروع الذي أنشئ في محاولة قربلة وهمل وترك بعد سنوات القصة الآن من قصة حماية المواطن من الغبار والتراب طبعا ليست قضية كمالية كثير من الناس ماتوا واختنقوا بسبب هذه الحالة فضلا عن تأثيراتها على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها يعني العراقي الآن ما يحتاج يغسل بيته أو سيارته أو شارعه أو غيره أو دائرته الحكومية بين عاصفة وعاصفة لأنه ما يوجد فائدة رح تجي عاصفة أخرى فينتظر العاصفة الأخرى لعله يوصلها مرة واحدة وهكذا ستبقى حالة الانتظار فإذن هناك حدر للثروات والمقدرات العراقية بسبب ما يجري من سوء في الإدارات وتخبط وآخرها العاصفة الترابية التي تحكي حال العراقيين أصبحت أرضهم جردة وسياستهم جردة وبلادهم جردة المحور السادس والأخير ونختم به إن شاء الله عن قتل الرعاة في محافظة نينوان حادثة مشورة في يوم ثمانية خمسة جرد قائمة طائرة حكومية بجريمة بشعة ضد رعاة أغنام في منطقة الحضر في منطقة الجزيرة بمحافظة نينوان وتم قتل اثنين من الرعاة بحجة أنهم إرهابيون وتبين أن القتل هم اثنين من الرعاة المدنيين من قبيلة شمر وأنهم ماخذين موافقات على الرعي في هذه المناطق هذا يظهر بأنه منطقة آمنة مصرح فيها بالرعي لاحظوا آمنة ومصرح فيها بالرعي ثم يستهدف فيها رعاة وبإمكان التأكد من هويتهم وطبيعتهم وظرفهم ولكن موضوع صناعة وهم الإرهاب وإعادة الإرهاب كما يحصل الآن بالأمس خارج التقرير لأن حادثة حصلت بالأمس حرق المزارع الحنطة مساحات واسعة جدا في منطقة الحويجة في محافظة كاركوك وقتل المزارعين عندما هبوا لإطفاء الحرائق واختطاف بعضهم وحرق بعض الآليات وطبعا ستلقى التهمة هكذا على جهات إرهابية أين كانت هذه الجهات إرهابية قبل أن ينضج موسم الحصاد أين كانت هذه المجموعة طيب هذه الحادثة حصلت العام الماضي وأول العام وتم الإعلان عن قضاء المجموعات الإرهابية وحماية المنطقة فإذا بها تعود الآن وحدث عن أمور كثيرا هناك محاولة لعادة صناعة بعبع الإرهاب في ظل هذه الأزمة السياسية لتحقيق أهداف متعددة طيب كيف يحكم على هؤلاء الرعاة بأنهم إرهابيون من غير شهود ومن غير محاكمات بدل أن تعلن الجهة المنفذة بأنها أخطأت وتقدم الاعتدار إذا بها تتهم بأنهم إرهابيون كل هذه الأسئلة تؤكد على استمرار حالة حكم العراق من مجموعات ليست أشبه من مجموعات المافيا كما قلنا في التقريب هي مجموعات مافيا حقيقية ومرت هذه الجريمة راح تمر جرائم كثيرة على العراقيين بدون تحقيق بينما القضايا التي يراد فيها التحقيق لأهداف سياسية التحقيق يصدر وتصدر النتيجة قبل اكتمال الجريمة نفسها أحيانا وليس بعدها بقليل هناك شوائد على ذلك طيب هناك قتل الآلاف وتغييب لهم وإخفاء قسر في الموصل صلاح الدين صقلاوية رزازة جرف الصخر وغيره 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 من المدن والبلدات العراقية ثوار تشرين الذين قتلوا أيضا أين التحقيقات لأين وصلت التحقيقات عن هذا كل هذا يغض النظر عنه من أجل أهداف ومصالح خاصة لما؟ لأن المجرمين والفاعلين متأقنون تماما أنهم سيفلتون من العقاب كما أفلت من ذلك زعماؤهم وقادتهم وسيواصلون الإفلات لأن المجتمع الدولي والنظام الإقليمي يوفران الحماية لمجرمي الحرب في العراق على خلاف ما يجري في مناطق أخرى عذرا على الإطالة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذا العرض الذي يبين فيه كارثية الأحداث والوقائع المزري والمآلات في العراق والظلم والطغيان الذي يجري على العراقيين بسبب العملية السياسية وأحزابها ومليشياتها وإننا كعراقيين اليوم مطالبون بالوقوف صفا واحدا للعمل على تغيير العملية السياسية وبناء العراقي بيد أبنائه وشبابه وطاقاته وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور مثنى حارث الضاري على ما قدم ونشكر الحضور الأكارم وحسن استماعهم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته